حكاية أخرى بمناسبة الجناح الأهلي أنا مش هقولك المعلومة كاملة وآسف النهاردة مش هقولك كاملة عشان نادي الأهلي متكتم عليها جداً بس على الأقل أديك جزء منها عشان تبقى عارف مش معاودة كأنا أديك المعلومة منقوصة بس لو عارفها مش هخبيها عليك الأهلي بيقترب جداً 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 من التعاقد مع جناح أجنبش الأمور في اللمسات الأخيرة اللمسات الأخيرة آه يا كريم مين الجناح؟ لس طيب جنسيته إيه؟ لس هتقول لي أنت ما عرفتش ليه هقولك الأهلي مكتم جداً هتقول لي ما هو الأهلي ما كانتش مكتم قبل كده هقولك في صفقات بازت في النادي الأهلي لما تسربت وراحت للإعلام والسوشال ميديا وكانت الأندية بتاعت اللاعبين ده بترفع في الأسعار لما بتشوف رغبة الناس على السوشال ميديا فالكابت المحمود الخطيب مع شركة الكرة مع أمير توفيق واغني احتياطاتهم جداً 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 المعلومات ما تتسربش إدينا ناخد المعلومة دي بس إنه العملية في اللمسات الأخيرة بالنسبة لجناح أجنبي جديد في النادي الأهلي أجنبي طيب